متأخرة لساعات انطلقت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب العراقي الجديد ثم ما لبست أن علقت قبل انتخاب رئيس جديد للبرلمان ورغم الخلافات تحاول الكتل استغلال اللحظات الأخيرة لرسم المشهد السياسي وما يتضمنه من سيطرة سياسية ومعضلة الميليشيات ورفضي نتائج الانتخابات وغيرها من المعضلات مسائل كبيرة في الداخل العراقي ستكون تحت قبة هالبرلمان واستطرقب للكتلة الأكبر التي ستسمي رئيسا للحكومة بعد انتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية أيضا ومع تمسك الكتلة الصدرية بحكومة أغلبية أو بحكومة أغلبية كما وعدت ما التسويات المرتقبة في العراق وهل تقتصر المفاوضات الجانبية على المسائل السياسية أم أن ورقة الأمن حاضرة دائما وأي خيارات للكتل الخاسرة في المشهد العراقي الضبابي نناقش تطورات العراق وتحديدا ما حصل تحت قبة البرلمان اليوم مع ضيفينا من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية مناف الموسوي ومن عمان الكاتب والبحث السياسي العراقي رعد هاشم أهلا بكما معنا في حوار الليلة كثيرة هي التطورات التي تابعناها اليوم وسأبدأ الحوار معك أسد مناف إلى ما تؤشر مجريات الجلسة الأولى للبرلمان العراقي كنا نتحدث مع ضيفنا في ساعتنا الأولى صحيح أنها انتهت بتسمية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كما كنا كلنا يتوقع يعود لرئاسة البرلمان العراقي لكن ما حصل تحت قبة البرلمان اليوم إلى ما يشير سوشانتال في البداني وحييكي وحييضيكي أهلا وسهلا من جميع متابعين مشاهدي خلال سكان نيوز العربية يعني اليوم أنا أعتقد أن ما حدث في البرلمان يعني هو انتصار للإرادة الشعبية يعني توافق في الرؤية حول البرنامج التحالفية الذي قدمه التيار الصدر والذي تضمن آلية بناء الدولة العراقية الجديدة متمثلا بعملية عادة تيبة الدولة بحصر صلاح بيد الدولة بتقديم الفاسدين إلى القضاء بفرض القانون يعني تنفيذ الفقرات الدستور المؤجلة كل هذه النقاط أعتقد هي نقاط أساسية يعني كان هناك حوارات ما بين الكتة الفازة الثلاثة أنا ربما أتحدث من خلال برنامجكم الكريم قلت أن هناك حوارات قبل الانتخابات وبعدها على النتائج وهذه الحوارات اليوم وصلت إلى رؤية مشتركة وإلى نضج كامل وبالتالي أعتقد يعني اختيار رئيس البرلمان اليوم هو يحسم أو يرسم المشهد السياسي القادم ويحدد شكل أو هوية الحكومة القادمة باعتبار أن اليوم فوز رئيس البرلمان جاء من خلال توافق الكتة للفائزة الكبيرة بالإضافة إلى المستقلين وبالتالي حصول سيد الحلبوسي على 200 صوت يشير إلى أن هذا الاتفاق الطولي الذي حتى وإن لم يعلن عنه لكن اليوم تم فعليا في نتائج الانتخابات هذا التحالف الطولي سوف يكون بداية لبناء حكومة الأغلبية الوطنية سأعود أستاذ مناف أعذرني على المقاطع سأعود معك لقراءة لربما حصول سيد الحلبوسي على 200 صوت وهذا بالفعل رقم كبير خلال التصويت اليوم لكن يمكن قراءة جزئية من سؤالي أنا أيضا أود أن أعرف منك قراءتك للمشهد الذي تابعناه اليوم من اشتباكات من مشاكل سحصلت داخل قبة البرلمان يعني إذا كان التصويت كان سؤالي أيضا نفسه في الساعة الأولى إذا كان التصويت على سيد محمد الحلبوسي يصل بنا إلى 200 صوت مقابل 14 صوتا لمحمود المشهداني ما الذي إذن يفسر اللي حصل اليوم تعليق هذه الجلسة مرات عدة المشهد الخلافي اللي تابعنا لم تقرأ لذلك كيف تعلقهم على هذه المجريات؟ يعني ستشنتال الحقيقة يعني حاول الإطار أن يستخدم جميع الطرق يعني عرقلة يعني عرقلة تنفيذ التوقيتات الدستورية تعرفين يعني ربما لأول مرة من 2003 إلى اليوم يتم اختيار رئيس البرلمان ونائبي في الجلسة الأولى دائما كانت تكون جلسة مفتوحة يعني يتأخر التوافقات على اختيار رئيس البرلمان ونائبي وبالتالي ذهب إلى رئيس الجمهورية هذا يشير اليوم إلى أن الكتل السياسية اليوم المتفقة بدأت تشعر بحجم أزمة الثقة التي حدثت مع المواطنين والتي كانت هي نتيجة الإصراعات السياسية نتيجة الحكومات التوافقية نتيجة الإدارات السيئة التي أنتجت من قبل هذه الحكومات وبالتالي أعتقد أن هذا التوافق من الممكن أن يكون بداية لمرحلة إصلاح حقيقية من الممكن أن يكون أيضا بداية لتفتيت أو لتفكيك أزمة الثقة والتي كانت أو لازالت لحد هذه اللحظة موجودة لدى المواطن والدليل أنه نسبة الانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب نعتقد أو نتمنى ربما أن تكون هذه الدورة أو أن يكون هذا التحول اليوم الذي دعا عليه سيد الصدر والذي طالب بيبي أن يكون القرار قرارا عراقيا لا شرقيا ولا غربيا وأن يكون العمل هو لإرضاء المواطن من خلال تقديم برنامج عملية وهذا يتطلب أستاذ مناف حاسم لربما الكتلة الأكبر وتوصل إلى التحالفات التي كان قد أشار إليها التيار الصدري قبل هذه الجلسة الأولى سأعود معك إلى الكثير من النقاط وما توصلت إليها التحالفات حتى اللحظة أرحب بضيفي الأستاذ رعد هاشم معنا أيضا في هذا الحوار أستاذ رعد كما استمعت الأستاذ مناف يعتقد أن ما تبعناه اليوم جاء نتيجة محاولة الإطار لربما عرقلت تنفيذ التوقيتات الدستورية وبالتالي هكذا فسر لنا ما جرى اليوم في البرلمان ما الأسباب بتقديركم التي أدت إلى ذلك وإلى أي مدى يتعلق الأمر بالاستحقاقات المقبلة لأن الاستحقاق الأول تم وتم بسلاسة تحية طيب لك والمتابعين والضيف والعزيز سيد مناف يعني حقيقة هذا الجو الملبء اليوم الذي شاهدناه لا يدل إلا على شيء واحد أن الثقة ما زالت معدومة المفاوضات والحوارات كلها فاشلة بالكامل يعني أنا أقصد ما بين الطرفين المتنافسين الإطار وربما التيار ومن معه ويكشف لنا بإضافة لإنعدام الثقة وفشل الحوارات بالكامل نجاح واضح ملحوظ بالتنسيق السلس والمرن ما بين الأطراف الفائزة لكن أيضا في نفس الوقت نتعمل أن ينطلق هذا الماراثون إلى أفشال موضوع الشراكة الذي كان يطمح إلى الإطار وما زال التفسيرات والتأويلات القانونية بدت من الآن بالتشكيك بالجلسة من قبل الإطاريين رغم معرفة حجمهم الحقيقي يعني لا يزيدون أو يقلون عن مئة كل هذه الهرجة والهوس الذي عملوا لكن لديهم قوة السلاح يعني هنا موضوع مسكهم للسلاح يعني تقلق كل العملية والممارسة الديمقراطية هم يلوحون بها وهم يعني يلوحون أيضا الآن في إشكالات قانونية ويعني ربما تفتح أبواب للأزبة حقيقة نحن في غناء عنها الباقي طبعا أصعب يعني ربما هذه المدخل هذا أو المدخل إلى هذه العملية ربما رأيناه رغم هذه العواقب والإشكالات رأيناه مخففا يعني ومشت على خير لكن أنا في تقديري ولست بطور التشاؤم أكثر أنه القادم من الأيام ربما في موضوع التشكيلة الوزارية يعني إذا ما أخذ على نفسي السيد الصدر نفس هذا المنهج بإدارة ظهره لهؤلاء ربما يلاقي مشاكل كثيرة ولكن هو بتقديري يعني يجنب المسارات السياسية من التأزم ولكن في نفس الوقت يعني عملية متداخلة في نفس الوقت رح ندخل بعزمة أمنية لأن هؤلاء لا يسكتون ولا يعطوها لا هو الأمر مقتصر بالمواقف اليوم كان واضح في هذا أتحرك رسالة واضحة من داخل البرلمان أن هذه الكتل لا يزال لديها حجمها ووزنها ولا يمكن أيضا أن نغض النظر أنه ما حصل حصل من بعد ما قدم الإطار التنسيقي توقيع 88 نائب ليتم تسجيله كأكبر كتلة في البرلمان العراقي أستاذ مناف من أين أتت 88؟ من أين أتت 88 توقيع؟ كنا نستمع خلال أيام الماضية تصريحات التيار الصدري جدا متأملة خيرا والحديث كان عن 76 نائب وكأن هذا العدد هو اللي يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان ما الذي حصل؟ سيشانتال أولا هذه العملية أيضا غير قانونية باعتبار اليوم أن الدستور يقول أن دور كبير السن المعين هو الدعوة إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائبي ولا يجوز له أن يستلم الكتلة الأكبر من يستلم الكتلة الأكبر أو من يستلم هذه هو الرئيس المنتخب بهذا الشكل هذا أولا المسألة الثانية فبالتالي أعتقد أن كانت من ضمن المحاولات لإيقاف اليوم لإيقاف اختيار رئيس البرلمان ونائبي أو تعطيل الجلسة أو تأجيل الجلسة واحدة من هذه النقاط هي إثارة هذه المسألة بالنتيجة حتى السيد محمود المشهداني مثلا حينما قدمت له الأسماء أراد أن يؤخر الوقت يعني أن يتلاعب بالوقت فقال أدعو إلى تدقيق الأسماء والتأكد من صحتها وهي طريقة صحيحة لكن ليست من صلاحيات السيد المشهداني لأنه أعتباره هو مكلف وليس منتخب حتى يبت ويقول من هي الكتلة الأكبر بالتالي هي أحد أساليب المراوغة التي كانوا يستخدمها الإطار لكن لم تحقق شيئا أستاذ مناف ما الذي حققته هذه المحاولات التي تابعناها اليوم إن كان الأمر غير قانوني وإن كان لا يجب عليه أن يحصل بالطريقة التي حصل فيها ما الذي حققه الإطار من كل ذلك ما هو المشكلة يعني أتفق ما تحدث به الزميل الأستاذ رعد يعني حقيقة وما كانت تشير إليه تغريدات يوم أمس من قبل المقربين من الإطار التنسيقي والتي كانت تحمل رسائل مخيفة حقيقة المشكلة يعني أن الإطار يرسل رسائل تخيف المواطنين يعني مثلا يعني مثلا يعني الاعتراض على النتائج أو الاعتراض على يعني حتى على الجلسة يقول من الممكن أن تؤدي إلى خلخلة السلم المجتمعي طبعا السلم المجتمعي المواطنين بالنتيجة أيضا كانت هناك تغريدة يوم أمس لشخصية مقربة من الإطار وتحدث أنه في حال تم شق الصف الشيعي فأنه سوف يؤدي إلى عدم استقرار البلد وإلى حدوث فوضى أمنية وهذه كلها رسائل مخيفة بالتأكيد تحملها قوة تحمل السلاح خارج إطار الدولة بالنتيجة ما يخيف هؤلاء طبعا هو ليس المنصب أو لأنهم يعلمون جيدا كما تمضلتي الحجوم الانتخابية بالنسبة إليهم وما تمثل لكن بالنتيجة هم يخشون من البرنامج التحالف الذي قدمه السيد الصدر والذي أشار فيه بإشارة واضحة إلى رغبة السيد الصدر اليوم بعادة هيبة الدولة وبحصر السلاح بيد الدولة وبالتالي أيضا بجمع سلاح ما يطلق عليه بالفصائل مع مؤسسة الحجد الشعبي طبعا هذه الكتلة والمكونات التي تمتلك أجنحة عسكرية لا تريد أن تخلى عن هذه الأجنحة وتريد أن تبقى متغولة على الدولة وهذه أحد الطرق اليوم وهي باقية في الدولة هنا الأخطر أن هذه الكتل إن شاركت أو إن لم تشارك في لربما الحكومة أو في هذه التحالفات التي تحاول القيام بها الآن هي باقية داخل الدولة وهنا سؤال كبير جدا ما خيارات الكتل الخاسرة اليوم في حال عدم التوصل إلى حكومة يعني خلينا نقول وطنية كما يريدها التيارة الصدري يعني أصد رعد على ما يبدو المفاوضات التي تحصل الآن لا تبنى فقط على المسائل السياسية إنما على ما يبدو العامل الأمني يلعب اليوم دوره في اللحظات الأخيرة ما رأيك؟ يعني هو هذا الأساس الخاطئ الذي قبلت به بموجبه هذه الفصائل المسلحة أو الأحزاب المسلحة بالعملية السياسية ككل هذه السنة الخاطئة التي سنوها بالعملية السياسية أنتجت لنا هذا الوضع التهديد بالتعطيل التهديد بالتخريب السلم الأهلي وهذه طبعا مبادرها المالكي قبل هذا الوقت بطويل يعني بوقت طويل هو يهدد إن لم يختاروه أو يقبل بخياراته فسيكون التوجه نحو التهديد السلم الأهلي والاقتتال هذه السياسة أو خطاب يعتمده الإطار نقلاً عن المالكي الأب الروحي ربما والعملية حينما أدت إلى انتخابات مبكرة كان الأجدى بكل القيادات والزعامات الكبار بالذات ومنهم السيد الصدر أن لا يقبل أن يدخل العملية السياسية أو الانتخابات إلا بضمان تجريد هؤلاء من السلاح وإلا ما أدخلوا انتخابات هو أنت عزمت من البداية أنه ما تدخل انتخابات لكن صار التأثير وضغط وضغط جماهيري كما قيل هو دخلت بهذا الشيء إذن اشترط وهو قد اشترط ذلك للأمانة اشترط أنه يجردون من السلاح وكذلك نحن أيضاً نتجرد من السلاح كسرائي السلام وليكن هذه المنافسات سياسية بدل استعراض القوى والتهديد حقيقة يعني السيناريو القادم يعني فيه مزيد من التهديدات صحيح وفيه مزيد من لي الأذرع تحت غطاء ربما قانوني أو واجهة قانونية وقضائية بزعم أنه جلسة هنا وجلسة هناك غير شرعية وبذلك ربما يتطور الأمر من هنا يقف من الحكماء لينزل بالساحة ويفاكك بينهما هذا الأمر طبعاً يعني فيه أكثر من علامة استفاقات الدليل على أن هذا السيناريو سيد رعدو سيد مناف بإمكانه أن يبدأ أو بدأ يمكن ما حصل اليوم في محافظة ميسان جنوبي العراق سيد مناف بعض المصادر تحدثت عن اغتيال قيدي بارز في التيار الصدري في أي إطار يمكن وضع هذه العملية بهذا التوقيت اليوم يعني بالتأكيد ربما سبقت حتى هذا اليوم يعني قبل يومين مثلاً كانت هناك صواريخ أطلقت على أقليم كردستان يوم أمس أعتقد أول أمس كانت هناك تفجيرات في أكثر من منطقة بغداد طبعاً هذه كلها رسائل تهديدية هي بالنتيجة تؤثر أو تخيف السلم المجتمعين في محاولة للضغط السيد صدر تحدث مثلاً في أحدى لقاءاتي التلفزيونية قال أنا دخلت في 2018 مع البناء في تشكيل الحكومة لأنني هددت إذا لم أدخل فسوف يتم حرق العراق هذه حقيقة مشكلة كبيرة لكن اليوم بالنتيجة يعني إذا ما أردنا بعد الأزمة الحقيقية التي حدثت في تشرين والتي كانت واضحة اليوم من رض الجمهور للحكومات التوافقية أو المحاصصة أو ما تستخدمه المكونات الحزبية من الاستغلال أو استخدام ثروات البلد لمصالح الحزبية وكانت تظاهرات كبيرة وسقطت فيها الكثير من الشهداء وكانت نتائج هذه التظاهرات وانسقالت الحكومة وذهاب إلى انتخابات المبكرة كان من المفترض أستاذ منافع أن تغير الأسماء وتغير قيادات العراق أيضا على ما يبدو المشهد يعني يتكرر بقياداته لا تغيرت هستغيرت وستشدتال المشكلة أقول لحد هذه اللحظة أزمة الثقة ما زالت موجودة طبعا نتمنى في الدورات القادمة أن تفكك هذه الأزمة ويكون حضور الناخبين يعني أكثر من الممكن أن يساهم طبعا في عملية التغيير الحقيقية على المستوى الديمقراطي المهم اليوم يعني السيد الصدر يسعى إلى إجراء إصلاحات حقيقية وعلى رأس هذه الإصلاحات هي عودة تيبة الدولة وحصر السلاح بيد الدولة وبالتأكيد يعني السيد الصدر وحده لن يستطيع أن يقوم بهذا العمل ما لم تكن أيضا معه شركاء أقوياء يساهمون في عملية إنتاج الحكومة وفي تنظيف المؤسسات الأمنية وفي تقوية الجيش وفي إعادة هيبة الدولة هذا مشروع يعني يفترض أن يشترك فيه الجميع أعتقد اليوم أن هناك نية حقيقية من قبل الشركاء بعد نجاح عقد هذه الجلسة وبعد نجاح اختيار رئيس البرلمان ونائبه وهذه بشارة جيدة إلى أنه الأمور من الممكن أن تسير نحو عملية التغيير أو نحو المشروع الذي يطلقه الزعيم الصدري سيد مقتدى الصدر في التحول إلى حكومة الأغلبية وبالتالي القضاء على المحاصصات كانت تغييدة الأخيرة للسيد الصدر واضحة بأن قوة المذهب هي من قوة العراق حودة العراق بلدا قويا أهم سوف يقوي كل المذهب وأيضا تحدث قال الكتلة التي وصفها قبل قبل الجلسة اليوم قال أن هذه الكتلة الشيعة تدافع بها عن الأقليات والسنة والأكراد والسنة يدافعون فيها عن الأقليات والشيعة والأكراد والأكراد يدافعون فيها عن الأقليات والسنة والشيعة وبالتالي اليوم الخطاب تحول إلى خطاب وطني يهدي إلى خدمة المواطن لأنه حتى الساعة لا تأكدات على أن التحالفات قد تمت كما أشير خلال الساعات الماضية ساذ رعد التوافق تمت عملية اختيار السيد الحلبوسي الميتين صوت هذا هو السؤال الكبير الذي كنت أود أن أطرحه على الساذ رعد هاشم هو توافق كبير على محمد الحلبوسي ألا يشير ذلك أستاذ رعد أن التوافقات التي تمت كما يقول أستاذ مناف هي من أنتجت اليوم رئيسا للبرلمان وهي التي أنتجت أو ستنتج لاحقا رئيسا للحكومة وبعدها رئيسا للجمهورية يعني نظام التوافقات أصلا مرفوض من الجمهور كلها ومن الجمهور الناخب ومن جمهور تشرين الذي جاء بالانتخابات المبكرة يعني بتقديري أنه الإطاريين ما زالوا يعني غاضبين ويجب أن لا ننكر زعلهم أو انكفاءهم أو العمل على تعويق المسيرة الإصلاحية الانتخابية سميها ما شئت الموضوع اختيار رئيس الحكومة فيه أيضا طريق غير سالك وغير سهل وأنا في تقديري لا أريد أن أصعب الأمور شيء واحد يعني إذا نفس هذه الآلية يعتمدون عليها ويسير بها سيد صدر يطلع بها بالمباشر إلى أن يصل إلى الممتغال حقيقي بموضوع الأغلبية السياسية الوطنية لكن شيء واحد يعقد المشهد هذا يعكر صفه كل العراق بس لا تدخل إيران يعني ليس لدينا فوبيا من إيران خلي تنكفئ بصفحة لا تحشر أنفها اليوم سمعنا أنه يعني يبدو أنه وفد لغاية الساعات الأخيرة وهو يعمل على يعني ترطيب أجواء تخص مصالحه يعني مع شركاء أو مع أتباعه من العملية السياسية ومعروفين منهم نتمنى نتمنى فعلا أن يكون حتى الإطاريين يعني يبتعدون عن الاستقواء بالخارج يعني هما سيعملون يعني البروبغاندا الإيرانية تعبل على أنه ولا تدخلات إقليمية تدخلات عربية من هذا الطرف أو ذاك لا ما حلاء وفي إشارة في إشارة أستاذ رعاد في إشارة إلى هذه التطورات التي تحدثت عنها الآن الكتا الكردستانية التي كنا أعتقدنا أنه اختارت ما تريده قالت اليوم أنه ننتظر التوافق الشيعي ولن نتحالف مع جهة دون أخرى قبل إعلان الكتلة الأكبر رسميا ما الذي يعني هذا التصريح أستاذ مناف كنا نتوقع أنه كان في تحالف قد تكون بين التيار الصدري الحزب الديموقراطي الكردستاني تحالف تقدم عزم وتصميم هذا ما كنا نتحدث فيه خلال أيام الماضية طبعا نتفق كثيرا ستشنتال مع ما تحدث بالإستاذ رعاد من أن الضغط الخارجي كان يعمل منذ يومين حقيقة بشكل كبير على إفشال هذا التحالف أو تأخير إعلان هذا التحالف أيضا رسائل التهديد التي كانت مباشرة ربما إلى الأكراد أو حتى السنة في أن شق الصف الشيعي سوف يودي إلى حدوث ضراب في البلد بشكل عام وسوف يتضرر من الجميع أعتقد كل هذه الأمور كانت حاضرة ربما في تأخير الأعلان الحقيقي لكن أعود وأقول أن اليوم بقاء الأكراد في الجلسة مع انتخابهم للسيد الحلبوسي يحسم الأمر أعتقد بشكل نهائي لأن الكرة تتوجه نحو الأكراد اليوم الأكراد يراد أو الأكراد اليوم أيضا كان لهم نصيب في النائب الثاني لرئيس البرلمان وأعتقد وجودهم ومشاركتهم هي تشير إلى أن التحالف هو واضح اليوم المعالم ولا يحتاج إلى تفسير ولا يحتاج إلى تأويل ولا يحتاج إلى حديث اختيار الرئيس ونائبه الشيعي والسني اليوم أوضحت نوع التحالف الموجود وبالتالي الآن الكرة تنتقل لاختيار الرئيس الجمهورية وأعتقد أن الرئيس الجمهورية يحتاج إلى الثلاثين يعني إلى 210 مقعد وهذا بالنتيجة يثبت أن التحالف الأقوى والأكبر هو التحالف الذي بقي اليوم مختارة الرئيسات الثلاثة وأمضى العملية الديمقراطية وفق التوقيتات الدستورية ومن مرشح الكتلة الأكبر أستاذ منافل رئاسة الحكومة يعني في الحلقة القادمة ربما أعلن لشأن ذلك لن تقول لي مع العلم أنه فيه على ما يبدو حديث كثير عن السيد الكاظمي أيضا رئاسة جديدة في الحكومة قبل ما ينتهي الوقت أستاذ رعد متخوف البعض من هذه الحكومة حكومة الأغلبية الوطنية ليتحدث عنها التيار الصدري ما ثمن التوصل إلى هذه الحكومة وهل سيدفع الثمن المواطن العراقي أمنيا لا بالعكس هو فيما تم اختيار السيد الكاظمي أو من هو على شاكلته في التوازنات الإقليمية ربما يعني من يرغب به أو مرغوب به في التوازنات الإقليمية أنا أعتقد ستتحصن الحكومة بقوة قوة شعبية جماهيرية ربما تدعمها هذا التحالف الذي كنا نتكلم عنه وقدمته جماعة الصدر والتيار الصدري وأيضا هذا الجموح نحو يعني اللجوء إلى قوة وهيبة الدولة الآخرين أنا بتقديري مهما هوسوا يعني عملوا هذا التشويش ربما سينكفؤون وربما إذا حصلت حتى إذا حصلت مصادمة يعني هم الخاسرون لأنه يعلمون من هو الأقوى ويعني يبتعدون أنا بتقديري عن خيار المواجهة لأنه إيران ستعمل بالضد من هذا التوجه لأنه ما ناقصها هاي البلبلة اللي يعملوها أولادها ولأنه هي من شغلة في الموضوع النووي أو المفاوضات فيينة في تقديري لا يتضرر المواطن هذه المرة إذا ما عقدوا العزم إحنا بس اللي همنا ما يتراجع الصدر بس يعني سنكون بمتابعة لذلك خلال أيام المقبلة أستاذ رعد لأنه كما قلنا وذكرنا دائما المهل الدستورية محددة جدا ولن ننتظر كثيرا حتى نعرف الإجابات شكرا جزيلا لضيفين من عمان كاتب البحث السياسي العراقي رعد هاشم شكر موصول أيضا لمدير مركز بغداد للدراسات الاستراتيجية ونافل موصول من بغداد شكرا لكم